عقدت محكمة الاستيناف الخاضعة لميريشيا الحوثي في صنعاء اليوم السبت جلسة جديدة للنظر في الحكم الابتدائي في قضية مقتل الشاب عبدالل الأغبر الذي قتل جراء التعذيب وقرر قاضي الجلسة تأجيل الفصل بطلب محامل محكوم عليهم بالإعدام بشأن استعراض الفيديوهات وإعادة التشريح وكذلك تأجيل طلب إعادة فتح محل السباعي الذي وقع فيه الجريمة وقرت المحكمة عقد الجلسة القادمة يوم السبت المقبل الثامن والعشرين من نوفمبر الجاري هذا وتواصل المحكمة الحوثية النظر في تفاصيل مقاطع الفيديو دون التطرق إلى دوافع الجريمة والوحشية